للمزيد حول الجهود التي تبدلها مصر لتسهيل عودة المصريين من السودان ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف أهلا بك معنا أستاذ جمال بداية تقديرك لأولويات الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الأستاذ المشاهدين بالتأكيد نحن نتحدث عن عمق مصر الاستراتيجي وأحد أبعاد ألم القوم النصري وكان هناك اهتمام طوال الوقت من الدولة المصرية لدعم كافة الأطراف للتجاه نحو مسارات السلام والتهدئة وأعتقد أن الدولة المصرية طوال الوقت هي ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة وأيضا هي السند والعون أيضا لمواطنيها سواء بها الداخل والخارج عشان كده بنرى جهود الدولة المصرية المتواصلة بإجلاء الرعاية المصريين في السودان بتمضي بشكل مستمر وبمتابعة شخصية من القيادة السياسية المصرية ومناك الآن لجنة للأزمة تتابع هذا الموقف مشكلة طبعا من الوزارات ومن المؤسسات المعنية في الدولة المصرية أعتقد أن العمل يسير بشكل أكثر من رائع أيضا العقيدة الدبلوماسية التي تحرص على عدم يعني طيب فيما يتعلق أستاذ جمال بالعقيدة الدبلوماسية كما ذكرت إلى أي مدى عمليات الإجلاء يعني أظهرت جانب مهم كضلع جديد للدبلوماسية الخارجية المصرية بين قوسين الإنسانية بالتأكيد يمكن ما تبديل دبلوماسية المصرية الآن من عمل أكثر من رائع سواء فيما يتعلق بالتواصل الدائم مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية وحتى مساعدة الدول الصديقة وشخصية في إجلاء رعاياهم من الداخل السودان أو حتى فيما طبعا تقوم به من أجل الرعايا المصريين وإجلاءهم من الداخل السوداني وبنشوف إزاي أن السفارة أو وزارة الحراجية المصرية في الحقيقة على الضرب بيان مهم للغاية مع بداية الأزمة إن العقيدة الدبلوماسية بتؤكد أن لا يمكن أن نخلي البيعثة الدبلوماسية ولا يرحل أي من أفراد البيعثة الدبلوماسية في الداخل السوداني إلا بعد أن يتم الطبعا على كافة المصريين وإرجحهم إلى وطنهم في وقت في الحقيقة هناك دول كبرى يعني بعثتها الدبلوماسية غادرت مبكرا ولكن حتى البيعثة الدبلوماسية المصرية بتمضي نحو العقيدة الدبلوماسية المصرية التي لا تتنازل عن الحفاظ على مكتسبات المواطن المصري وإرجعوا إلى وطنه سريما غانما وبالتالي أعتقد أن العمل المصري الآن ليس أيضا وليد للحظة ولكن هو نتاج تجارب سابقة ونتاج مواقف المصرية في الحقيقة كانت دوما نصيرة للمواطن المصري رأينا هذا في إبان جئاح الكورونا رأينا هذا إبان أزمة أفغانستان صحيح الأزمات اتضحت بالتأكيد الدبلوماسية المصرية الخارجية بمواقفها الواضحة جالية في كل هذه المواقف والأزمات الكاتب الصحفي جمال رائف أشكرك جزيل الشكر أشكرك جزيل الشكر